السادة المشاهدين يعني متعطشين لفهم المنظومة على بعضها لان هي منظومة مش قانون احنا النهاردة نتكلم عن قانون غسل الاموال ومرتبط طبعا بقانون كيانات الارهابية ومجموعة قوانين عشان منظومة مكافحة الارهاب على بعضها طيب خلينا بس في البداية طبعا براحبا بحلالكم السادة المشاهدين مرة تانية وخلينا نقول هابي ان احنا طبعا ده شيء مؤكد وبفيش فيه منه مناصر مصر فعلا مستهدفة وثابت به الدليل القاطع في اكتر بالموقف واكتر من منح هذا الاستهداف وعلى سبيل الشخصية انا يمكن اعاوز بس في عجالة كده قد السادة المشاهدين حاجة شخصية حصلت معي احنا في مجلس النواب فيما يخص مثلا المؤدي المخدرة والسروكس اللي انتشر في الشارع بطريقة غير عادية طبعا تنبهنا ان المؤدي الكيميائية المخلقة دي ما كانتش موجودة ضمن جدول المخدرات فسعينا على الفور مع السيد وزير الصحة والسيد وزير الداخلية واجتمعت لجنة وعملنا حصر ونزلنا المواد دي ضمن جدول المخدرات عشان يبقى فيه عقوبة عليها زي اللي هي الحاجات المدمنة حديثا اه هي على فكرة مش مواد طبيعية دي مواد كيميائية مخلقة في المعامل بتضرب الجهاز العصبي خلال 30 يوم بتبقى نهية على البني ادم بعد ما ادرجنا الـ 20 مادة في جدول المخدرات في ذات الشهر خلقنا 400 مادة جديدة خدت بالحضرتك تستخدم في المعامل ده يؤكد حجم الاستهداف لبلدنا وده خلينا نقول احنا كمصريين لازم نبقى يعني فيقين لنفسنا ولولدنا لان حجم الاستهداف اللي احنا بنقابله ماهو سهل ولازم فعلا نفوق ماهيش اجراءات دولة بس ماهيش قوانين تنظم بس مش دور مجلس النواب بس ده دور كل اب وكل ام ان هو يتابع طبعا